بس لكن ان يصل الحال الى الاعتداء على شقق وفيلات وسرقتها جهارا نهارا لسه مبارح انا سامع الناس مكلماني بتقول لي تسرقت فيلا وابلها مسكن وابلها فيلا داخل كامباون طب ازاي ازاي بيحصل فيلا ازاي هزا الانفلات لماذا نصل وده بيتكرر في مناطق كثيرة في انحاء مصر حجم الجريمة بيتزايد حجم السرقات بيتزايد لان الاوضاع المجتمعية اصبحت صعبة لابد لابد ان يكون في توازن اجتماعي لازم يبقى فيه حزمة من الاجراءات الاجتماعية للناس الغلابة وللطبقة اللي مش قادرة تاكل لازم يكون فيه اعفاءات ما تعفليش الغلبان من خمسين كيلو كعربة انا عايزك تعفيه على اهل من خمسمائة كيلو عشان يعرف يعيش يعرف يبقى موجود يشم نافزه شوية بحاجة زي كده فالحقيقة يعني الحجم الشكاوي وحجم الاهات وحجم المقاسي اللي احنا بنشوفها في بلدنا هازي الايام السكر مختفي لغاية دلوقتي ليه السكر واصل عشرين جنيه في الشارع ليه ايه اللي بيحصل بتيجي الكمية نفسها اللي احنا محتاجينها حوالي تلاتة مليون وتلاتة من عشرة طيب لما بتنزل السوق بتروح فين بتخزن مين اللي بيخزن التجار الجشعيين سيبين التجار دول ليه يا جماعة يا دولة يا حكومة اعتبر ان مشروع الاسعار ده هو مشروع قومي للمواجهة لازم تحشدوا الشعب معاكم يقب معاكم الناس مستعدة تقف بس تلاقي دولة وحكومة واقفة وبتتصدى انما بالشكل ده مش حينفع هادا الكلام مع انا استاذ ممدوح عباس استاذ ممدوح ترجمة نانسي قنقر